مرحبا بكم. رجعنا لكم وصفة جديدة. ان شاء الله تكونوا بخير. اتمنى اللي اشتركوا في القناة. شكرا كتير لكم. يلا على الوصفة. بننقع الدجاج. بنوضع ملح. واحد كوب ملح على اربع لتر ماء. وبنتظر ساعة. بعد ساعة بنرفع الدجاج ونضع التوابل. التوابل انتو بتشوفوها مناسبة. او التوابل انتو بتحبوها. وانا حوضع التوابل اللي انا حطيتها في صندوق الوصف ايضا. بنوضع ماء في الوعاء وبندخل الوعاء بالفرن. تقريبا متين درجة مئوية اخد تقريبا اشي ساعة. بنوضع ماء ساخن على اللوز وبنتظر تقريبا من سبع دقائق عشر دقائق. يعني عندما يجشر لوعده متل هيك. متل ما انتو شايفين. بنوضع الفوطة وبننشف الماء في الفوطة. في الفوطة وبنوضعه بالزيت. هيك ما بيأخذ وقت كتير هو يعني. ولا تطلق لا تخلوه يحمر كتير لانه بكمل استوى خارج المقلة. نوضع بتنجان نصف حبة او حسب انتو شو بتحبوه. انتو ممكن تضيفو اشياء تانية ممكن ترفعو اشياء. نوضع قليل من الزيت. وبنفرم البصلة. نوضع البتنجان. نقل البصلة. خليها تدبل يعني. متل ما حكينا ممكن انتو ترفعو شغلات وتضيفوه شغلات. نوضع الطماطم. ننفرم الطماطم. هيك بنوضع قليل من الزبدة. بنوضع الارز. بنحمس الارز قليل. هيك اصبح جاهز الارز. بنوضع الطماطم باسفل الوعاء. من شان الطماطم فيها سوائل كتير. وما بلزق الرز من الاسفل. بنوضع الدجاج. يعني بشكل عشوائي احنا بنصفت. بنوضع البتنجان. بنوضع البصل. بنوضع الحمص. هذا حمص معلب انا جبته. يعني ممكن تجيب الحمص معلب. بنوضع رز. بنوضع بنوضع بتنجان. وفي ناس بتوضع قرنبيط. في ناس توضع فلفل اخضر. انتو حسب زوجكم انتو. يعني شوفوا انتو المناسب. والشو الاشياء اللي انتو بتحبوها. كل عيار بنوضع ماء ساخن. كل عيار الرز بنوضع عيار ونصف ماء ساخن. بنوضع مع توابل معلقة كبيرة مراق الدجاج او اتنين مكعبات مراق الدجاج. ومعلقة صغيرة كركم. ونصف معلقة صغيرة ففل اسود. وربع معلقة صغيرة من الهيل. وكل المكونات سوف اوضعها في صندوق الوصف. يعني لو انسيت انا اشياء كله بوضعه في صندوق الوصف. اي شيء تلاقوه في صندوق الوصف. متل ما حكينا الماء اعيار ونصف الماء. يعني كوب كوب ونصف ماء. صاحن الرز صاحن ونصف ماء سخن. نضع على الطباخ. اول ما بيغلي. بنخفض الحرارة اقل شيء. على واحد حطة الحرارة. ننتظر عشر دقائق. بعد عشر دقائق. بنرفعه من الطباخ. بننتظر ربع ساعة. خلي الرز يتفتح. هيك بعد ما تفتح الرز بعد ربع ساعة. بنقلب المقلوبة. هيك صارت مقلوبة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. وفي امان الله. تنسوا الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.